الكتاب المقدس ومهما كانت خطياته خطياته لم تفقد قيمته في عيني الله كإنسان مخلوق على صورة الله الهيومن ديجنيتي لا تضيع لأنه كرامته مرتبطة بإنسانيته وإنسانيته هي على صورة الله كنت في أحد البرامج التلفزيونية مرة وبقول أنه كرامة الإنسان ليش بس علينا أن نراها ونقدرها في المعاق واللي عنده ديمينشيا واللي عنده ألزهايمر لكن حتى في الإرهابي ينبغي أن نظل نحتفظ له بكرامته الإنسانية لأنه إنسان في النهاية فكان فيه اعتراض شديد إزاي؟ ده الإرهابي ده زي وحش زي حيوان وصح الأعمال اللي بيعملها أعمال وحشية وعلينا أن نساعده في أن تعود إليه إنسانيته وأحيانا بتكون الوسيلة الوحيدة لإعادة إنسانيته أو مساعدته هو العقاب وعشان كده الرب هنا في هذه الأصحاحات كان بيتكلم بحسب وفي نفس الوقت يفتح دائما فرصة التوب أأتيك وأزحزح منارتك فتوب ألقيها في فراش هي والذين يزنون معها وفي ضيقة عظيمة إذا لم تتوب إن لم يتوب فهناك دائما فرصة لمراجعة النفس طب إزاي أراجع نفسي لو كله بيطبطب علي وكل واحد ما برضاش يقول لي إن أنا شرير وما حدش بيقول لي إن أنا بعمل حاجة وحشة هستمر في اللي أنا فيه فعدم الكلام هنا الحقيقة عدم محب عدم الكلام عن الحقيق عدم محب أنا لو بحبه لازم أقول طبعا الأسأل إن أريح نفسي طبعا يعني مش عايز بقى أدخل فيه تفاصيل كتيرة وتفرعات لكن خلينا أقول إنه من الممكن بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل نفسية ومشاكل أخلاقية يمسكوا في فكر زي كده ويبدأوا ينصبوا من أنفسهم قضاة وديانين ويشتموا في كل خلق الله بس دي يبقى باين إنه شخص شتاب مثلا أو شخص مش سوي بس مش عن هذا أتكلم لكن أنا لو بحب حسان محبة حقيقية أو لو حسان بيحب ماهر محبة حقيقية وليقي ماهر بيغلط بيعمل شر حسان دي توبة جريمة لو ستني فين المحبة أنت لازم تنبهني ولازم تحميني حاجة كمان بقى لو أنا ما قلتش على الشرير اللي بيعمل شر إنه شرير أنا بأجرم في حق الناس اللي هيتئذوا من شر وعش كده كانت لغة الرب يسوع بص الكلمة أنها تعلم وتغوي عبيدي أن يزد فهي بتأذي الغليين علي وإنت يا ملاك الكنيسة واقف وساكت منفعش فتلاحظ أن لغة الرب أنه حريص مش بس على سلامة اللي بيخطئ لكن على سلامة الأشخاص اللي هيتأثروا بخطأ هذا الشخص آخر حاجة أقولها لك بقى في موضوع التولرانس ده أكيد 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 لازم يكون عندنا تولرانس يعني يكون عندنا تولرانس يعني أنا أعرف جيدا جدا أن فلان يختلف عني في الفكر لكني أحبه وأقبله رغم أنه يختلف عني في الفكر ومحبتي واحترامي لي أقوله أن أنا مختلف عنك محبتي واحترامي لي أن أنا لازم أقوله أنا باحترمه عشان جايب أقوله على فكرة أنا مختلف عنك لأني يعني بفترض أنه الراجل دراجل محترم ولديه عقل وفحصه وامتحن ما يؤمن به وبقوله أنا احترمتك ففحصت ما أنت تؤمن به بس بقولك أن أنا مختلف عنك هو ده التولرانس لكن التولرانس أنك تطلب مني أني أؤمن بما أنت تؤمن به أو أقبل ما أنت تؤمن به ده مش تولرانس ده يا إما نفاق يا إما قهر لو أنت اللي بتؤمن به صحيح مية في المية وينبغي أن أنا أقبله فإذا قبلته أنا مش بحمل تولرانس أنا عملت اللي علي أنا عملت التصرف العائل لو أنت اللي بتؤمن به صحيح والمفروض أن البشر كلهم يؤمنوا به وأنا جيت قبلته ما عملتش حاجة زيادة يعني بالعكس ده أنا يدوب عائلت عشان أقبل اللي أنت بتقوله ففين التولرانس أنا ما فيش تولرانس لكن لو أنت بتؤمن بحاجة عكس اللي أنا بأؤمن بيها وأنا التولرانس أني أنا أقولك إنسو أوكي أنت صح فده معناه يا إما نفاق يا إما جب يا إما خوف ورعب منك أنت بتقهرني لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات سابن بلاس